كابتال احمد انت راجل الوقت يبقيت مدير فني النادي الزمالك وبتحب كريم رمزي جدا جدا هل هتروح تطلب انه كريم رمزي يجي مدير فني مكانك نقول الكلام بس انا اقول لك حاجة انا احضر طبعا في الموضوع ده من اول والاخر كابتال اسامة جي على نفسه وعلى طموحه عشوحات النادي الزمالك غلط هو نفسه يقولك انها غلط نعم ما جيه عشان اتقال مثلا ان الراجل فلوسه كتيرا الراجل مش عارفين يعمل ايه الشرط جزائي كبير ولي كان ليه طاشول لسه كمان فكان مبدأ كبير طبعا نجيه والنادي محجوز على ايه والريدي ماتنش فلوس فالأمور صعبة جدا 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 فكابتال اسامة قال لك ايه خلاص انا حل الموضوع ده تقبل الزبط فهو هو اللي قال طبعا يعني يعني انا يعني هو قال كده وكده هو من جواه بعد كده طبعا لنا طبعا انا غلط بس هو عمل حاجة محجوز عاملها هو كنا عايز انت قلته انا موديل فاني وكسبت ماشي فيوتشار اللي هو كماشي كويس صح ولا وماشي بولا كويسة وشكل الاداك المختلف تماما في 4-5 سيام صح واللعيبة حاجة تانية صح خاصة ان فريدا مش قبلها كماشي كويس ومشي فهو النور ليل جا ده كماشي مش شكله مش كويس فانا بالضبط ايه اللي خلال هو هو جيعا نفسه والله عشان خاطر حلال المادية في نادي الزمالك بالضبط والمستحقة بتاعة الراجل بالضبط لكن مش عشان عودته فنان هتفيد الزمالك نعم هو الراجل عايز حل المشكلة في مشكلة كان في مشكلة كبيرة ساعتا ان ما فيش الفلوس ما فيش فلوس المحجوز عليها طبعا انت عارف ولازم الراجل برضو عمل تاريخ للنادي لازم يمشي يمشي باسلوب كويس يمشي بشكل كويس هسألك ومن غير ما نقول اي اسماء عشان ما حطكش في حرج بنسبة كم في المية من اللعيب نادي الزمالك تحملوا كل هذه الأوضاع الصعبة داخل قط اللبس عشان عادة ده بتيحصل في الزمالك والأهل والإسماعيل ويقولك ايه اللعيبة كلها كانوا هايلين وجدعان وحلوين وكل الكلام ده سوى حقيقة الأمر من الكواليس مش الكل بيبقى مساند والكل بيبقى داعم كل واحد يقولك لا انا عايز مصلحتي وفلوسي وما ليش دعوا بأي حاجة تاني كم واحد او كم نسبة تحملت هذه الأوضاع الصعبة في نسبة زي ما حضرتك كابتن اسامة تحملت هذه الأوضاع الصعبة اكيد مش كله لا امو اكيد مش كله اكيد مش كله واكيد جمالي زي ما لك فهم انه مش كله لو قلنا نسبة مقاوية انا مش عايز اقولك حتى عدد عشان برضو بحطكش في حرج اخر نسبة ممكن نقول مثلا تمانين تمانين في المية ثمانين في المية تحمل وعشرين في المية لا ام اللي انا شفته برضو اللي انا شفته في الفترة بتاعتي انا دي كانت صعبة جدا ان انت يعني ممكن فيه لعبة مش عايزة تلعب او لعبة الفترة صعبة يمكن انا انا لما مسكت في الاثنشر يوم دول او واحتنشر يوم دول اصعب فترة في اصعب فترة في الريخ نادي الزمالك يعني مفيش يعني المشتر مش موجود بس النادي مش موجود الفوصة عم محكوز عليها احنا عارفين لسه خارج من افريقيا اه وردي مشينا الجاز مشي ففيه تلت تايم الراحة اه اه يكلموك ابتنسبة لي يكلمك يقولك احمد معلش ينزل يوم او يومين انا ما جيت يا معا مش عارف انا همسك مطش ولا مطش ولا مطش ولا تنين ولا تلاتة انا جاي يوم او يومين ان الا الاول كان اتجاه مدارب مصر صحيح صح صحيح فانا جيت ان انا يوم او يومين اخدت مدارب مصر معيج صحيح حصل بقى الاختلاف ان مصر ايه لا اجنبي لا اه طب معلش يكمل مباراة بتاعت البنك طيب البنك ده كان فيه سادة في التوقف في الاجندة الدولية فيه لعيبة منتخب تونس في لعيبة منتخب مصر الاول في لعيبة منتخب مصر الاولمبي صحيح اتنين مش عايزين لعبوا مثلا او حالتهم انا النفسية مش عايزين لعبوا اتنين اتنين اصابة انا قلتها حتى بكده قلت القايمة المطش البنك الاهلي والبنك الاهلي في الدولة بعده باسبوعين القايمة دي عشرين لعيبة في عشرة ما اخش معي اجري المصابين عشرة عشرة سبع اساسيين والتانة برة طيب ارجع اقولك تاني برضو طب العشرة دول اه اللي مش بقى السابع دول مسلا اللي مش معاك بلاص ان سيف جزيلي كان اعبوا راح طياط المطش البنك فقول تمانية كمان يعني اقول تمانية اه السين مكنش معاك اللي كان معاك بس من السين كان شلبي وسيف جعفر بس والبقى كله وهل في لعيبة فعلا رفضت تلعب بعض المباريات معك اه بيفوضوا بيسيب سياسي شوي بالسياسي اه انا معلش اقربت ان انا رجلي وجعاني اللي هم هي شدة عليها تكشف ممكن مفيش عاجة اه كشفنا مفيش عاجة اه اه كده هي دي بقى اللي بلق عليها في صدوق صعبة ودولكم بيعملوا كده بسبب مستحقات ولا بسبب الضغط الجديد لا البقى كان في ضغط عليهم كبير بعد ماتش بالازداد اه اه وما قدروش يعني يعني يخشوا يعني اللعيب اللي مقدارش يستحمل الضغط ده ينفع يلعب في الزمالك لا لا واللعيب اللي يختار مطشاط ما ينفعش يلعب في الزمالك ما حصل على كده في مطش المصري في لعيب منهم ما لعيبش البنك اه ما لعيبش المريخ اه قال لي انا مصاب وجي السابت حد الاتنين مطش المصري التلات اه عايز يخش المطش فانا رفضت رفضت تدخل المطش المصري بعد كده بعد كده جاء عليك اللوم جاء علي باللي بعد المطش عطول هو كلم المتشعر تريبا قال له انا جاهز وسليم اه كلم برضو ممكن حد في الجهاز قال له اه ده كان جاهز سليم اه ما تقلش ما تقلش اه اه هو كان سليم برضو مطش المريخ اه كان سليم برضو مطش البنك اه ليه ليه ما تقلش انا وعدتك ان انت هنخرج سلمينيين النهاردة بس بصراحة يعني انا بكلم مع جمهوري الزمالك مع جمهوري الزمالك انا انا حبيت ساعته اطلع يعني اه بغض النازة بقى تقولي ده الكلام ده النهاردة وتقوله بكرة وتقوله السنة الجاية اه بس جمهوري الزمالك نازق اللعيبة اللي ما هو مش كتير خلي بالك هو مش كتير يعني بس برضو اللي ما قفتش قدام مع نادي الزمالك دي لازم تبقى قدام جمهوري الزمالك واضحة ومعروفة هو ساعته بقولك حاجة هو اللعب اللعب بيفكر يعني فيه اللعبة مثلا اه زي الوينش زيزو شكبالة روئة اه الناس الالقدام برضو يعني اولي حاجة انا عمري بهانسا دي يا جماعة لازم الناس اعرفها اه حمزة مسلوسي اه حمزة مسلوسي اه مصاب وكان بدأ يجري اه ودي البول ده عليك ده البول ده كلناس كلها عارفها في النادي يعني اللعيبة جهز الاداري جهز الطبي حمزة عشان انا 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 رفضت اه وجالي الدكتور محمد قسامة اه قالل يحمد اقوله دا ايه داي عايزيك اطيعان عشان يلعب عشان يلعب عشان اقول لا 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 واحد جبت حمزة قدامه وطول حمزة كان مطش المريخ طول حمزة لا لا انت لست بذلك اسبوع كم الاسبوع التأهيل بتاعك كابتن انا عيزا لعب وانا nói اطول لا 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 اه اه ده تنسي اه اه انا ده على راسي يعني هو عبدالشافي مصاب كلمني في التلفون كابتان أنا معاك نفسي موجود معاك أنا طلع بدي خلي بالك أنا طلع بحب اللعيبة يعني غاطر النهاردة الناس بتكلمني والله لازم كل يوم حد يتكلمني صغير كبير فده أنا طلع به بس